يقول حفظكم الله من بقي في ملابسه الداخلية أثر للمني وصلى بها ولم يرها إلا بعد أداء الصلاة فما حكم الصلاة؟ المني طاهر حتى لو درعا طاهر لك المني ولا البول هو اللي نجس أما المني فهو طاهر وإزالته إنما هي من باب إزالة الوسخ فقط لا من باب إزالة النجس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي ثوبه أثر المني كانت عائشة تفرطه يابسا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه نعم